تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعى برقية تهنئة من الفريق الركن ثم الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حبد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى القائدة الأعلى حفظه الله ورعا يشارفني صاحب الجلالة أن أرفع إلى مقامكم السام باسم ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى التهاني والتبركات بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني دعينا الله تعالى أن يمنع على جلالتكم بمفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يديم عليكم نعمة التوفيق واستداد لتواصل مسيرة البناء والعطاء بذكم الله ورعاكم وأكلل بالنجاح كل خطاكم معربين عن اعتزازنا بالإنجازات العظيمة التي تحققت لوطننا الغالي في عهدكم الزهر معهدين الله عز وجل ثم جلالتكم بأن نظل جنودكم المخلصين المدافعين عن تراب الوطن الغالي وحماية أمنه واستقراره والمحافظين على مكتسباته الحضارية أحمدكم الله يا صاحب الجلالة وسدد خطاكم الفريق الركن رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى بن سلمان الخليفة وقد بعث حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعا برقية شكر جوابية إلى الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني هذا نصتها سمو الأخ العزيز الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان الخليفة رئيس الحرس الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصرنا أن نبعث إلى سموكم بأصدق التمنيات بموفور الصحة والعافية مع تقديرنا البالغ واعتزازنا بالتهلئة التي بعثتم إلينا بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني الذي يشكل مع قوة دفاع البحرين والأمن العام الدرع الواقي لمملكتنا الغالية والحصن المنية لحماية مكتسبات هذا الوطن إننا نود أن نعبر عن اعتزازنا بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه الحرس الوطني برئاستكم من جهزية عالية وتدريب رفيع واستعداد لتلبية نداء الواجب بكل اقتدار وأننا إذ نبعث بتحياتنا وتبركاتنا لكل إخوة الأعزاء من سبيل الحرس الوطني قادة وضباطا وأفرادا بهذه المناسبة لنسأل الله أن يوفقكم وأن تكونوا الدخرة المكين لهذا الوطن العزيز وفقكم الله جميعا وحفظكم ودمتم سالمين حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقع حفظه الله وارعاب رقية تهنئة من الفريق الركنس والشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني هذا نصها العم العزيز صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله يطيب لي أن يا صاحب السمو أن أرفع إلى سموكم الكريم باسمي وباسم جميع منتسبي الحرس الوطني أصدق التهاني والتبركات بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني دعينا الله العلي القدير أن يعيد على سموكم هذه المناسبة العزيزة بموفور الصحة والعافية وأن يديمكم سندا وذخرا لبلدنا العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لسيد حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن يساء الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حيث الله ورعى ودمتم يا صاحب السمو بعول الله سانمين ابنكم الفريق الركن رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى بن سلمان الخليفة هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعى برقية شكر جوابية إلى الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني هذا نصها سبول ابن العزيز الفريق الركن الشيخ محمد بن أيسى بن سلبال الخليفة حفظه الله ورعاه رئيس الحرس الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلقد كان من دواعي سرورنا أن نطلع على برقية سموكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني وأننا لنود في هذه المناسبة الوطنية العزيزة تعرب عن شكرنا لمشاعر سموكم النبيلة التي نعتز بها كثيرا مشهدين بما يقوم به الحرس الوطني من جهود مخلصة في حماية بلدنا العزيز والحفاظ على أمنه واستقراره مؤكدين موصلة دعمنا لسموكم فيما تولود بذله من جهود مخلصة لأداء الواجب الوطني المقدس في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلال الملك المفدى حفظه الله ورعاه نسأل المولى عز وجل أن يوافقكم وأن يسدد خطاكم في كل ما تسعون إليه من خدمة بلدنا العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وتلقى صاحب السمو الملكي لأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني هذا نصها صاحب السمو الملكي لأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله يسعدني يا صاحب السمو أن أرفع إلى سموكم الكريم باسبي ونيابة عن جميع منتسبه الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وأجمل التبركات بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني راجل المول عز وجل أن ينعم على سموكم بمفور الصحة والعافية معربين لكم يا صاحب السمو الملكي عن اعتزازنا بالاهتمام والدعم الكبير من سموكم حفظكم الله ورعاكم للحرس الوطني ومثمنين عاليا توجيهة سموكم استديدة لنا معاهدين سموكم بأن نبقى الدرع الحصين للذوض عن الوطن الغالي ومكتسباته تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب جلال الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعا ودمتم يا صاحب السمو بعون الله سالمين الفريق الركن رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى بن سلمان الخليفة وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة أولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراح حفظه الله ورعا برقية شكر جوابية إلى الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني هذا نصها سمو العام العزيز الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان رئيس الحرس الوطني حفظه الله ورعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت ببالغ الشكر وعظيم الامتنان برقية سموكم المهنئة بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني ويطيب لي بهذه المناسبة العزيزة أن أبادل سموكم وكافة منتسب الحرس الوطني أحر التهاني وأصدق التبركات مشيدا لسموكم ورجال الحرس الوطني البواسل مما تبدلونه من جهود كبيرة ومخلصة أستمت في تطوير مستوى وجاهزية الحرس الوطني والذي مكنها من الوصول لهذا المستوى المشرف دعينا الله العلي القدير أن يوفق جهود سموكم التي تولون بذلها في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد الملك حمد بن إيساء الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعا وأدمتم سموكم بحفظ الله سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء مكتبرا